ترجمة نانسي قنقر ووضح سعدة رئيس هيئة الكهرباء والماء أن هذا التطوير شمل 17 خدمة فنية للكهرباء والماء وثلاث خدمات مرتبطة بتوصيل الكهرباء والماء بالإضافة إلى خدمة واحدة متعلقة بالمدفوعات مشيرا إلى أن أبرز الخدمات المطورة هي الطلبات الجديدة لتوصيل خدمتين الكهرباء والماء والخدمات الفنية مثل خدمات فحص العددات وخدمات الأحمال الإضافية للكهرباء فضلا عن خدمة الشيكات الإلكترونية والتي أطلقتها الهيئة مؤخرا بهدف تسهيل المعاملات المالية وتحقيق التحول الرقمي وفي هذا الشأن أكد رئيس هيئة الكهرباء والماء حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بهدف تحسين تجربة المشتركين وتلبية تطلعاتهم تحقيقا للأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة